بتابع البطولة بشكل عام ولا مركز بس مع مطشط منتخب مصر لا والله دايما بتابع البطولات من بدايتها يعني بطولة أم أفريقيا من بطولات كبيرة بالتأكيد يعني ودايما الحمد لله حظوظنا كبيرة فيها جدا كنا بقى ولا ايه لا والله المجموعة اكيد هنتكلم بالتفاصيل اكتر ولكن يعني منتخب مصر دايما موجود والمجموعة اللي موجودة دلوقتي الاسكواد الموجود يعني انا شايفه مجموعة هيلة جدا ولكن محتاجين مدير فني إحنا روحنا غير مدير فني يعني كان أفضل أني أروح من غير مدير فني يعني انت شايف كابتن ديا وكابتن شوقي للأسف انه هم محجمين بشكل كبير لكن لا خلينايا اقول مثلا انه لو كابتن ديا وكابتن شوقي هم اللي بيقودوا لدخب الوطن كابتن الدنيا تبقى حاجة بالتأكيد كان أفضل كتير جدا شايفه انه حتى استعجالنا في رحيل كابتن حسان بدري كان استعجال بشكل أو بآخر هي لها طريقة معينة في أنك تشتغل مع المنتخبات أنا شايف أننا الغاية النهاردة لسه بشكل كبير جدا نشغلين بطريقة خطأ لأنك لا تعمل بلان واضحة لمنتخب مصر على مدار سنتين ثلاثة تخطط كل منتخبات في العالم حتى في المنطقة العربية لو كلمنا عن الجزائر عن تونس حتى المنتخبات الأفريقية سينغال وكودفور حتى نيجيريا الكاميرون كلهم بيبتدوا يخططوا لثلاثة أربعة سنين قدام التارجت اللي بيخططوا لي سواء أم أفريقيا أو كاس عالم لا كل الناس بتشتغل بطريقة سليمة بطريقة صحيحة بيعرفوا يجيبوا حد يشتغل يبقى ثابت تكلم في جمال بالماضي مع الجزائر وفرق كتير جدا في اسم الجزائر في الفترة اللي فاتت وعودت منتخب الجزائر مرة تانية على مستوى الأداء ومستوى النتائج فأنت في مصر تحديدا يعني نفسنا نشتغل بهذه الطريقة نفسنا يبقى عندنا حد بيشتغل سواء مصري سواء أجنبي المهم أن يبقى فيه خطة واضحة يقدروا يشتغلوا عليها في الفترات اللي جاي خاصة أن عندك النهاردة منتخبين تتكلم في المنتخب الأول حتى معدل الأعمار فيه مش كبير المنتخب اللي جاي بعدين المنتخب الأولمبي عندنا مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين كلنا أمل فيهم إن شاء الله أن يكونوا مع المجموعة الموجودة دلوقتي يشكلوا منتخب قوي لمنتخب مصر في الفترة اللي جاي